أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلبة وطلبات التعليم الفني الصناعي قسم الزخرفة والإعلان والتنسيق النهاردة معاكم حلقة جديدة مخصصة لطلبة الصف الخامس الصناعي قسم الزخرفة والإعلان والتنسيق وطبعاً الصف الخامس يعني دبلوم فني أول يعني بنأهل نفسنا إن شاء الله نحن نكمل في الكليات المختلفة كل واحد على حسب ما ربنا ما يقدر له إن شاء الله طبعاً معانا النهاردة مادة تاريخ الزخرفة ومادة تاريخ الزخرفة من المواد الممتعة جداً والشيقة اللي بتفدني كتير في مجال التصميمات المختلفة اللي أنا بعملها اتكلمنا المرة اللي فقدت إن مادة تاريخ الزخرفة بتفدني في مادة المشروع وبتفدني في التصميمات اللي بعملها في الكلية مع السنين بعد كده إن شاء الله لما أدخل الجامعة وبتفدني في التصميمات اللي بعملها سواء تصميمات خاصة بية سواء أي رسمة أي تصميم مختلف فالمادة دي من المواد اللي بتعرفني تاريخ الفنون وتاريخ أجدادي وتاريخ الغرب وتاريخ التاريخ المختلف بحيث إن أنا أستفيد منه وأعرف إزاي الناس دي كانت بتعمل شغلها وإزاي الناس دي كانت بتحط خطوطها إزاي وكانت بتستقي أعمالها من إيه اتكلمنا في الحلقات اللي فقتت عدى طبعا حلقتين في المادة دي واتكلمنا فيهم عن الفن وتعريف الفن واتكلمنا عن الوظيفة الفن وقلنا إن الفن هو التعبير الإبداعي التي ينتجه الناس في صورة عمل فني وقلنا إن العمل الفني عندي بيبقى فيه طبعا ممكن يتعامل من مواد مختلفة وإن هو الصورة المشاهدة للناس أو المتلقي أو المتزوط الفني للعمل اللي هو بيبقى شايفه قدامه وقلنا إن المواد المختلفة اللي ممكن يتعامل منها العمل الفني طبعا عندي ورق وعندي جلد وعندي قماش وعندي زجاج وعندي خشب وعندي كل الخامات متاحة قدامي إن أنا أعمل منها العمل الفني بتاعي دوت وقلنا إن الفن هو الترجمة المشاهدة للمتلقي بعيدا عن استخدام اللغة أو بعيدا عن استخدام العملية اللغوية في ترجمة العمل الفني لأن طبعا الصورة بتغني عن ألف كلمة فأنا بعبر عن كل الكلام اللي أنا عايزة أقوله في صورة العمل الفني ده أو في شكل العمل الفني بتاعي من خلال العمل اللي أنا عملته أو من خلال الفن اللي أنا أنتجته وأخرجته للناس اتكلمنا كمان عن وظيفة الفن وقلنا إن أنا عندي بيحصل تواصل وتبادل معلومات وثقافات مع المجتمعات وبعضها البعض أو ما بين الفنانين وبعضهم البعض وعرفنا إزاي بيحصل التواصل ده من خلال المعارض الفنية ومن خلال اللقاءات اللي بتتم بين الفنانين وبعضهم بحيث إنه هو كل الناس تبتد إن هي تتبادل معلومات من بعض ويعرفوا إزاي الفنان استقى معلوماته والابتكار والحاجات اللي هي طلعات الجديد من خلال العمال الفنية اللي الفنانين جايين بيها من كل مكان سواء معارض هنا في مصر أو معارض خارج مصر وهكذا يعني اتكلمنا كمان عن الغرض من الفن وقلنا هو عبارة عن إصارة المشاعر والأحسيس بنفس الصورة اللي تلقى بيها أو بنفس الصورة اللي استصار بيها الفنان عندما تلقى إلهامه من الطبيعة وقلنا إن الإلهام دايماً الفنان بيستقي الإلهام بتاعه من الطبيعة لأن الطبيعة هي المحور الأساسي لأن أنا أستقي منها أعمالي أو أن أنا أخذ منها تصميمات سواء قلنا لون أو ملمس أو شكل شيب أو خطوط أي إن كان اللي أنا باخده إيه من الطبيعة أو إيه هو اللي بيصيرني فيها فبالتالي ببتد إن أنا أخذ منها أعمالي فبالتالي الغرض من الفن إن الناس تتأثر بنفس الصورة اللي تتأثر بها الفنان لما يشوف العمل الفني بتاعي يكلمنا كمان عن دور الفن ودوره على القيم المفهمية أو القيم الجمالية على المجتمع وإزاي إن هو بيبني شخصيات سوية وقدرة على التخيل والابتكار والإبداع وتقدر تديني وتقدر تنتجلي في المجتمع بشكل كويس وتقدر تطلع كل حاسسها ومشاعرها بشكل لائق في صورة عمل فني يجذب المشاهد ويعرفوا إزاي العمل الفني ده يتعمل ويعرفوا القيمة من العمل الفني المعمول اتكلمنا كمان عن أنواع الفنون وقلنا أن أنا عندي أنواع الفنون السابعة واللي بيهمني منهم الفنون التشكيلية اللي هي العمارة والنحت والتصوير والرسم والزخرافة وقلنا أن أنا في عندي أنواع فنون تانية كتير بس هي يعني أنا طبعا لازم أن أنا أكون عارفاها بس هي مش مجال أو محور الدراسة بتاعتنا وتكلمنا على وظائف كل ده في الحلقات اللي فاتت وتكلمنا على وظائف الفن المعاصر ومدارس الفن المعاصر وتكلمنا عن الخصائص وعن الأسس العامة لمدارس الفن الحديث وعرفنا التصنيفات الفنية للفن المعاصر سواء فن حديث أو فن ما بعد الحداثة وقلنا ده تاريخه إيه وده تاريخه إيه كل الحاجات دي لما أنا بتطرق لها أو لما أنا بفحنها كويس بتريد أن أنا أعرف إزاي أعمل تصميم فني جيد وإزاي أعمل عمل فني مظبوط وإزاي أوصل قيمة جمالية للمشاهد بشكل كويس يعني طيب كل الأجزاء دي طبعا كانت في الباب الأول إحنا قلنا الباب الأول كان بينقسم الشقين الشق الأول كان بيتكلم على الفن والفن المعاصر وكل الأجزاء اللي احنا تكلمنا فيها دلوقتي والجزء الخاص بالفصل الثاني اللي هو كان في الباب الأول كان بيتكلم على الفن التشكيلي والفنان التشكيلي وتأثير الفن التشكيلي على القيم الفنية والجمالية على المجتمع ووظائف مدارس الفن المعاصر وانا عندي وظيفة روحية واجتماعية وثقافية ودعائية وإعلانية كل الحاجات دي كلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت اللي هم الحلقتين اللي فاتوا النهاردة ان شاء الله هنبتدي بالباب التاني والباب التاني بيتكلم على المدارس الفنية المختلفة وطبعا المدارس الفنية المختلفة كانت كثيرة ومتعددة ومتنوعة طبعا لو احنا تذكرنا كده بنسمع كتير قوي عن أسامي المدارس دي لكن هندرسها بالتفصيل ونعرف نشأة كل مدرسة ونعرف المدارس دي تعملت إمتى وتعملت فين؟ كلها عبارة عن ثقافة الغرب ببتدي أن أخذ منها وأطور في التصميمات بتاعتي والموضوعات بتاعتي وبالتالي بتدي إسراء أو قيمة سرية للعمل الفني بتاعي من المدارس اللي احنا سمعناها عندي زي التكعبية وزي المستقبلية وزي الوقعية وزي الرومانديكية وزي الوحشية وزي الدادية وزي البوب أرت وزي الباوهاوس كل دي مدارس احنا ندرس حوالي عشرين مدرسة خلال السنة الدراسية دي العشرين مدرسة دول هيفدوني كتير جدا في عقليتي وهيفدوني كتير جدا وأنا بجي أعمل تصميمات وهيسقلوا شخصيتي الفنية لما تيجوا كده ركزوا قوي على كل المدارس وعرفوا كل المدارس بتتناول وخصائصها والرواد بتوعها والفنانين اللي هما موجودين فيها وأهم الرواد والصفات المميزة لكل مدرسة والسماد وكل الحاجات اللي هنتكلم عليها دي كل ده هيفدني في شغلي بعد كده وهيتقل شخصية الفني اللي هو ايه متخرج من قسم الزخرافة والإعلان طبعا هنتكلم دلوقتي على النهاردة ان شاء الله هنتكلم على المدرسة الكلاسيكية معنا وهنعرف ازاي بدأ تاريخ المدارس أو المدارس دي بدأت ازاي انتوا عارفين ان طبعا احنا درسنا السنة اللي فاتت ان كان في القرن الخامس عشر كان عندي فنون النهضة وفنون النهضة كان كلها بتشمل الفن المسيحي والفن المسيحي هو اللي كان بيتناول فنون الكنائس وهي الموضوعات الدينية الخاصة بالفن المسيحي وكانوا بيتناولوها بشكل كبير قوي في عصر النهضة في إيطاليا مرورا بعصر النهضة في إيطاليا في وسط وشمال إيطاليا لغاية العصر الزهبي وإيه اللي حصل وكل الكلام ده كل ده كانت في القرن الخامس عشر بعد كده بدأوا إن هم يحصل حصل بقى تغيير في الموضوعات بسبب التأثيرات السياسية والتأثيرات الموضوعات الدينية كل ده أصلي على الفنون بدأ يظهر لي فن البروك اللي كان بيخدم الطبقة البرجوازية طبعا الطبقة البرجوازية كانت بتشمل اللي هم عرباء بالحرف والناس اللي هم السرياء أو الطبقة الغنية أو الحكام كل دول كانت يدعموا فن البروك اللي ظهر بعد دي بعد كده فن الروكوك بدأ اللي هو فن الروكوك كان بيخدم الأسر الحكمة فبعد ظهور الفنون دي وبعد تطورها وبعد طبعا كل مرحلة بتعدي يعني بعد ما بتعدي بتظهر مرحلة تانية من المراحل الفنية اللي بتسقلي الأعمال وبتديني سراء وقيمة لي الأعمال اللي موجودة عندي في الواقع بعد ما ما عدينا على عصر النهضة والفن المسيحي والبروك والروكوكو كل ده بدأ يحصل ثورة فرنسية في برانسا سنة 1789 الصورة الفرنسية دي بدأت طبعا انتوا عارفين الصورة الفرنسية كانت من سنة 1789 لغاية 1799 في الفترة دي بقى ظهر لي بعض الفنون وبدأت الكلاسيكية العائدة ترجع لي تاني بسبب ان هما كانوا عايزين الناس او الفنانين يتأثروا بزقافة اجدادهم الغريك والرومان زي ما كان بيحصل في ايطاليا فكانوا بدأ يظهر لي حاجة اسمها الكلاسيكية العائدة ان هما يرجعوا لفنونهم القديمة او لتاريخهم القديم وبتدوا ان هما يشتغلوا عليه تاني وبتدوا ان هما يطلعوا منه ايه اعمال فنية بعد كده ظهر لي فيه القرن التاسع عشر القرن التاسع عشر بدأت تظهر لي المدارس الفنية عندي كان الوقعية وكان عندي الطبيعية وكان عندي رومانتيكية كل دي مدارس بدأت تظهر لي في القرن التاسع عشر بعد كده حصل تطوير بدأت تظهر لي بقى في القرن العشرين يظهر لي بعض المدارس زي الوحشية وزي التكعبية وزي المستقبلية كل دي مدارس بدأنا نمر بيها لغاية وصولا او لغاية ما انتهوا ان هما وصلوا لفن البوب ارت اللي هو الفن الشعبي الفن الشعبي كان بيتناول شغل اللي هو الاعمال الفنية من الأشياء الاستهلكية اللي هي موجودة حواليها سواء بقى من صور الفنانين سواء مثلا من لعب كرة القدم المجلات الحاجات دي كلها بدأوا يعملوا منها أنواع فنون زي الكولاش كده ويطلعوا منها أعمال فنية محببة لدى المستهلك أو محببة لدى المتزوق الفني بحيث أن أنا أطور فيه العمال اللي هي السابقة أو الحاجات اللي هي كانت موجودة قبل كده من حاجات موجودة حواليها خلاص أنا استهلكتها أو ما بقيتش لها عايزة عندي فابتديت أن أنا أستخدمها في عمل أعمال فنية جديدة ومطورة وفي نفس الوقت محببة للمتزوق الفني أو المتلقي للعمل الفني هنتكلم النهاردة على المدارس الفنية دي كلها وهنعرف جزء منها طبعا هنتكلم على نبذة الجزء التاريخي لتطور المدارس الفنية وهنبتدي نتكلم على المدرسة الكلاسيكية وهنعرف الرواد اللي كانوا موجودين معايا أهم الرواد طبعا عندي اتنين في المدرسة دي طبعا إحنا قلنا نركز كويس قوي في اللوحات الفنية ونعرف اللوحات دي اتعملت إمتى وموجودة فين وبتتناول إيه أو إيه هي أهم الحاجات أو السيمات المميزة للوحات دي ونعرف السيمات اللي ميزت الفنان ونعرف الحاجات اللي ميزت المدرسة دي عن غيرها وهنعرف كل التفاصيل دي معانا بالتدريج لما نخلص كل المدارس الفنية تبتدوا أن أنتوا تفرقوا ما بين الأعمال وبعضيها وما بين المدارس وبعضيها كل ده هيبقى نقلة كبيرة في ثقافتكو الفنية بعد ما تخلصوا دراسة مادة تاريخ الزخرفة في سنة خمسة لأن هي المادة العلمية بصراحة هي مادة سرية جدا في المقرر اللوت فنهتم بيها لأنها هتفدني كتير في الكلية طبعا إنتوا هتدرسوها داني في الكلية إن شاء الله وهتدرسوها كمان بشكل متطور يعني هتشوفوا فنانين أكتر وتدوروا في المدارس الفنية دي بمختلف أشكالها وهتستفيدوا منها إن شاء الله كتير فنركز كويس أول لأن هي بداية لصقل هيجيلكوا بعد كده أو هتكتسبوه بعد كده مع الوقت فنركز أول في كل معلومة إيه هاخدها من المقرر دو طيب بص كده معي على الشاشة أول حاجة نبتدي نتكلم على مدارس الفن التشكيلي المعاصر مدارس الفن التشكيلي المعاصر طبعا زي ما قلنا تعددت وتنوعت وكسرت المزاهب والأشكال الفنية في أوروبا بعد نهاية فترة الفن المسيحي في أوروبا الجزء اللي هو خاص بعصور أو بفن النهضة في إيطاليا طبعا ما الذي انتشره وتعدد فيه الكورون والعصور لأن التغيرات الدينية والسياسية والفكرية التي ظهرت في المجتمع عام 1600 طبعا أنتم عارفين أن عصر النهضة كان مبادئ ما بين 1400 إلى 1600 بعد الفترة بتاعت الفن المسيحي بتاعة عصر النهضة دوت بدأ يظهر لي من 1600 زي ما قلنا الباروك والركوكو لو بسيتوا كده معي على الشاشة عندي طبعا الفترة دي اللي هي النقلة اللي هي من 1600 كان لها دور كبير جدا في ظهور فن الباروك الذي يخدم الطبقة البرجوازية وطراز الركوكو طبعا احنا درسنا الباروك والركوكو في سنة ربعة البرجوازية اللي كانت بتتكلم على أرباب الحرف والناس اللي هي أسرياء والطبقة الحكمة كل ده كان فن الباروك كان بيدعمه وكان عندي بعد كده ظهر بعد الباروك طراز الركوكو اللي ارتبطة بالعائلات والأسر الحكمة ده كل اللي يهميني من الجزء ده أن أنا أعرف ازاي تسلسل الأحداث أو تسلسل الفنون بدأت بإيه أنا عندي عصر النهضة من 1400 ل1600 ومن 1600 بدأ يظهر للبروك والركوكو من بعدها ثم اختفى من فرنسا اللي هو الركوكو بعد الثورة عام 1789 طبعا الثورة الفرنسية كانت 1789 وانتهت 1799 وظهر بعدها طراز فني استبدأ من مقوماته الفنون الإغراقية الرومانية باسم الكلاسيكية العادية طبعا العائدة طبعا أنتوا عارفين أن هما كانوا بيستقوا موضعاتهم كلها من أجدادهم الأغريق ورومان زي ما احنا ما هنا بنبتدي ان احنا في بلدنا طبعا لو احنا بجينا بنتكلم على أجدادنا الفراعنة وبتدي نشوف هما عملوا ايه ونشوف الفنون المصرية القديمة ونبتدي نبحث بيها ونعرف ألوانهم كانت شكلها عامل ازاي وازاي يستخدم الوحدات المختلفة في عامل أعمال فنية مختلفة هما تمان في الغرب كانوا بيستقوا أعمالهم من أجدادهم الأغريق ورومان فبعد فترة طراز البروكو والرقوكو بدأ يظهر لي اللي هي الفترة بتاعة الكلاسيكية العائدة أن هما يستقوا تاني أو يرجعوا تاني لأجدادهم الأغريق ورومان في الأعمال الفنية الخاصة بيهم طيب نيجي بعد كده بعد ما بدأ الكلاسيكية العائدة بدأت تبقى موجودة أو أن هما يرجعوا في أعمالهم الفنية الأجدادهم الأغريق ورومان توالت وتتبعت الحركات الفنية في الغرب منذ مطلع القرن التاسع عشر طبعا احنا زي ما قلنا في القرن التاسع عشر بدأ يظهر لي الرومانتيكية اللي هي الرومانسية اللي هنتكلم عليها بعد كده وهنعرف هي ايه وهنعرف تفاصيلها كويس والطبيعية والواقعية طبعا بعد كده في القرن العشرين اللي هو بدأ من الف وتسعمية طبعا بدأنا نقابل ونشاهد مذاهب جديدة من أبرزها طبعا التكعبية والوحشية ومستقبلية كل المدارس دي هنتكلم عليها بالتفصيل وهنعرف ازاي اتعملت وازاي انشأت وازاي السمات المميزة والخصائص المميزة لكل مدرسة والصفات والرواد وكل ده هنتكلم عليه في خلال الفترة اللي جاي بعد كده بيقول لي طبعا اصبحت السزاجة الجزء اللي هو بتاعة اصبحت السزاجة دوت مقصود بيه ان كان فيه بساطة فيه الفن الزنجي الافريكي فبدأوا يستققوا اعمالهم اللي هم المدرسة التكعبية من الفن الزنجي وبدأوا يخضوا منها وتأثرت المدرسة الوحشية بالفنون الاسلامية برضو كل دي اجزاء محتاجين طبعا نعرفها فيه التسلسل بتاعنا بعد كده ظهر لي البوب ارت اللي بسطوا كده معي على الشاشة طبعا انا احب قوي ان انتوا تكتبوا معي لان احنا هنعمل مراجعة دورية المراجعة الدورية دي هتفدني كتير لان المنهج طويل ومدرس كتيرة فهنحاول كده نعمل مراجعة دورية بحيث ان احنا نزبط معلوماتنا وبحيث ان احنا نراجع على اللي احنا خدناه وبحيث ان احنا المعلومات متدخلش في بعض نبديد نعمل فواصل كده ما بين كله مدرسة ومدرسة ان شاء الله في الفترات اللي جاية فانا محتاجاكو كويس قوي تكتبوا طبعا وتبتدوا ان انتوا تركزوا في المعلومات اللي بنقولها كلها وبتدوا ان انتوا لان دا يعتبر يعني يلوب بالملج فانا عايزة تبتدوا ان انتوا تركزوا في كل نقطة بتتقال ان احنا يعني في قبل او في عرض كل درجة ممكن ناخدها من المقرر ان في حاجات كتير اسئلة كتير بيجيني من داخل او ما بين السطور الاسئلة الموضوعية سواء صحة وقلط او اكمل او اختار الاسئلة الموضوعية اللي بتجيلكو في الامتحان دي اسئلة كلها بتيجي ما بين السطور فالجب من ركز كويس اوي في التواريخ من ركز كويس اوي في تسلسل الاحداث لان مادة بتهتم ان انا ادرس تاريخ الفترات او تاريخ حقبات الفنية اللي بتأثر لي على الفن الزخرافة والاعلان او الفنون التشكلية عمتا سواء رسم ونحت وتصوير وعمارة كل ده بتأثر لي فيه طبعا المادة بتوضحولي او بتبين لي ازاي العمال الفنية ظهرت في الفنون التشكلية دي كويس اوي طيب لو بصينا كده طبعا هو هنا بيكلمني على الجزء الخاص بي السزاجة السزاجة هنا قلنا مقصود بيها البساطة معيار للاصالة الفنية ان انا ابسط الاشكال بتاعتي او الاعمال الفنية بتاعتي قدر الاستطاعة من اجل التوصل الى الصيغة مستحدثة للتعبير اعتمد الفن الحديث على اشكال من تراث الشعوب تراث الشعوب الاخرى طبعا تراث الشعوب الاخرى زي ما قلنا اللي هو الفترات السابقة احنا عندي هنا لو في بلدنا نقول مثلا فراعنا هنا عندهم كان مثلا عندهم اغريك ورومان وهكذا فطبعا فظهرت التكعبية معتمدة على اشكال الفن الزينجي الافريقي كما نشأت الوحشية في حضان استفاة تزينية للفن الاسلامي طبعا لانها بدأت ان هي تستقل منها كتير من الاعمال او كتير من الخطوط الخاصة بالفن الاسلامي بعد كده ظهر لي الفن الجماهيري البوب ارت بوب ارت كلمة انجليزية معناها الفن المحبب بوب ارت تمام كده عاد الفن مرة اخرى الى الواقع من اجل ان يعكس الحياة عشان يوضح لي كل حاجة بتحصل في الحياة بكل تنوعتها مع استقدام كل الاشياء الاستهلاكية طبعا كل الاشياء الاستهلاكية اللي هي الاشياء اللي هي استهلكت وانا خلاص ما بقتش عايزاها زي ما قلنا صور الفنانين المجلات صور لعاب الكرة كل الحاجات دي بدأ يعمل منها لايه الفنون لو بصيتوا كده معايا على الشاشة عندي طبعا صور الفنانين والموسلين والمغنيين وابطال الكرة والمسلسلات الخيالية اي حاجة استهلكت ابتدي ان انا اعمل منها فن زي لوحات وارهل وليششتاين طيب بعد كده طبعا هنتكلم على الجزء الخاص بالمدرسة الكلاسيكية وهي دي اول مدرسة هنتكلم عليها في المدارس الفنية بتاعتنا طبعا لو انتم مركزين معايا عندي الجزء الخاص احنا ذكرنا مدرستين لحد دلوقتي او ذكرنا من اول ما بطدنا المنهج لغاية ما جينا وقفنا عندي المدرسة الكلاسيكية كانت اتنين مسمى عندي الفن التأثيري او المدرسة التأثيرية وعندي الكلاسيكية طبعا التأثيرية لتدي ندرسها بالتفصيل بعد كده لكن احنا لما جينا تكلمنا عليها المرة اللي فاتت قلنا ان المدرسة التأثيرية او الفن التأثيري هو فن بيرتبط بفن الرسم والتصوير بشكل كبير بحيث ان هو بينقلي الطبيعة زي ما هي بيعملها تصوير من غير اي تغيير او من غير اي تبديل في التفاصيل الخاصة بيها فده كان الجزء الخاص بالفن التأثيري وطبعا قلنا ان سمات الفن الحديث ظهرت مع ظهور الفن التأثيري اللي احنا بنقول عليه ده هو محاكاة العوامل الطبيعية او محاكاة المناظر الطبيعية او محاكاة الطبيعة عامة ويستقل منها الايه الاعمال الفنية بتاعتها طيب دخلنا بعد كده طبعا دي اول بقى مدرسة نبتدي ان احنا ندرسها بصفاتها وبروات بتوعها وامتى نشأت وكل الحاجات الخاصة بيها هي المدرسة الكلاسيكية لو بصيتوا كده معايا عندي المدرسة الكلاسيكية طبعا بيطلق لفظ كلاسيكي على الشيء التقليدي القديم وايضا بيطلق على الشيء او الشخص الذي يتمسك به النظم السابقة التقليدية دون تغيير او اضافة ان هو بيتمسك به الماضي كلاسيكي طبعا والحقيقة نلفز كلاسيكي في اليونانية تعني اطراز الاول او الممتاز او النموذي طبعا ده معنى كلمة كلاسيكي هي الشيء التقليدي او الشخص الذي يتمسك بتقاليد الماضي او التقاليد السابقة دون تغيير او اضافة طبعا عندي في اليونانية كان ليها الاسمين دول اللي هو التراز الاول او الممتاز او النموذي طيب عندي بعد كده طبعا اعتمد الفنان الكلاسيكي على الاصول الجمالية المثالية فنرى المنحوتات اشكالا للرجال والنساء وهم في منتهى الكمال الجسماني للرجال والجمال المثالي للنساء فظهر طبعا الرجال كأنه عملاق او بطل اجسام وظهرت النساء كأنهن اي ملكات طبعا دي اهم جزء بيميز المدرسة الكلاسيكية انها اعتمدت على الاصول المثالية الجمالية في المنحوتات الخاصة بيهم يعني انا عندي الرجال كانوا بيجيبوها في قوة الجمال الجسماني سواء بقى في ابراز العضلات او ان هما يصوروهم كأنه هم ابطال كمال اجسام بحيث ان هما يجيبوا الرجل في صورة منحوتة تتميز به القوة في ابراز كل معالم القوة لدى الرجال وبدأ ان هما يبينوا كل معالم الجمال لدى السيدات او لدى نساء بحيث ان هما يظهروا سيدات او نساء كأنهن ملكات يبرزوا اكتر اشياء او اكتر الصفات الجمالية لدى او اكتر المعالم الجمالية لدى النساء في المنحوتات بتاعتهم بحيث ان هما يبينوهم في صورة جمالية كبيرة كأنهن ملكات فدي اهم جزء بيميز المدرسة الكلاسيكية في المنحوتات الخاصة بهم سواء للرجال او للسيدات طب لو بصينا كده معايا عندي بعد كده نشأة المدرسة الكلاسيكية نشأة المدرسة الكلاسيكية طبعا بدأت في القرن الخامس عشر حيث كانت النهضة شاملة في كافة ميادين العالم في القرن الخامس عشر اتكلمنا طبعا اللي هو الجزء الخاص بعصر النهضة في ايطاليا وكنا بنتكلم ان في الفترة دي كان فيه نهضة شاملة في كافة ميادين العالم وبالذات الرسم والنحط طبعا عندي من قبل الرسم والنحط كان فيه نهضة كبيرة فيه كتير من الفنون. طبعا بس مش الفنون التشكيلية. كان عندهم فنون الأدب والشاعر والفنون اللي هي الأدبية. بدأت كان فيه طفرة كبيرة فيها وكان فيه سراء كتير في الفنون دي أو في النوع من الفنون دي. بعد كده بدأ يظهر لي الفنون التشكيلية تظهر لي واحدة وعدة بحيث اننا يبقى فيه تقدم وفيه تطور فيه الفنون دي. زي ما حصل تقدم وتطور فيه الفنون التانية بسبب السراء الكبير في الفترة دي لدى الناس اللي هي موجودة في إيطاليا وبعد كده بدأ طبعا تظهر لي المدرسة الكلاسيكية في القرن الخامس عشر. وبدأ انه هو الرسم والنحت ياخده برضو مرحلة كبيرة من التطور ومرحلة كبيرة من الظهور زيها زي الفنون الأخرى. حتى هما بدأوا بفن النحت في الأول. بعد كده جات بقى الفنون التشكيلية سواء العمارة أو التصوير كفنون تشكيلية في عصر النهضة. بسبب طبعا احنا قلنا بدأوا بالنحت وقلنا عشان وجود المسالين أو وجود النحتين كان بالنسبة لهم حاجة كبيرة وحاجة قوية جدا فبالتالي بدأوا بالنحت في الفترة دي. لو بصيتوا كده معايا على الشاشة طبعا عندي في البداية زي ما قلنا بدأ فيه القرن الخامس عشر. حيث كانت هناك نهضة شاملة في كفن الرسم والنحت زي ما قلنا. حيث اهتمت بالأصول الأغراقية. طبعا هما كلهم في عصر النهضة كانوا بيهتموا بدراسة أصول أجدادهم الأغريك والرومان. ونادى مجموعة من الفنانين بإحياء التقاليد الأغراقية والرومانية زي ما قلنا. حيث ظهرت أثرها في فن النحت والأمارة والتصوير. بدأ بالنحت لأن النحت كان المسالين كانوا موجودين بقوة وبقصر. فيه الوقت دوت. وكان هو ده شغلهم ايه الشغل اللي هو فن النحت. بعد كده بدأ تظهر لي العمارة وبدأ يظهر لي التصوير في إيطاليا. طبعا بعد كده عصرة المدرسة الكلاسيكية الثورة الفرنسية. حيث ندت بالعدل والحرية والمساواة. لكن الأجماء العمال الكلاسيكية تعكس مجموعة من القيم والإيه والمفاهيم. يبقى أنا عندي كانت البداية لو احنا جينا الجزء ده بتدينا ان احنا نركز عليه مرة تانية. كانت البداية في القرن الخامس عشر. حيث الظهور وتطور فن النحت والعمارة والتصوير بداية من النحت لغاية فن التصوير. ليه؟ لأن الكلام ده حصل في إيطاليا. وبالتالي كان عندهم مجموعة كبيرة من الفنانين المثالين اللي هما النحتين. اللي هما بدأوا يبتدوا يظهروا الأعمال الفنية بتاعتهم بقوة وبقصرة في الوقت ده. بعد كده ظهرت لي الثورة الفرنسية والمدرسة الكلاسيكية عصرة الثورة الفرنسية. اللي كانت سنة 1789 زي ما قلنا. وبدأ بعد كده طبعا أي صورة بتتعامل في الدنيا. كان بتتكلم عن الحرية والعدل والموسى وهي. وبدأ طبعا الفنون بتتأثر بيه الكلام ده كله. لو فيه صورة لو فيه أي حاجة موجودة في البلد. فبدأ طبعا بيأثر لي على الفنون في الفترة دي. لو بصيتوا كده معايا على الشاشة. عندي نشأة طبعا من المدرسة الكلاسيكية طبعا بعد كده. بعد ما بدأ وجود الثورة الفرنسية. بدأت تأثر على المدرسة الكلاسيكية. بدأت الأضواق تتصلت على الكلاسيكية منذ عصر لويس الخامس عشر. ثم اضمحل الاهتمام بالكلاسيكية بعد وفاة لويس عام 1774. ركز في التواريخ كويس قوي. طبعا وذلك بعد أن أشرفت ميري أنتونيت زوجة لويس السادس. هو مسك بعد لويس الخامس على شؤون فرنسا. وعادت الكلاسيكية تستعيد أمجادها ومكانتها بعد قيام الثورة الفرنسية. وإعدام الملك سنة 1793. طبعا كل ده كانت الثورة لسه مخلصت. نحن قلناها خلصت سنة 1799. يبقى هو بدأ في عصر لويس الخامس. ثم اضمحلها الكلاسيكية مع وفاة لويس دوت عام 1774. وبعد كده بدأ يظهر لي أن اضمحلها فيه الكلاسيكية. أو الكلاسيكية بدأت أن هي تتراجع مرة تانية مع إشراف ماري أنتونيت. اللي هي زوجة لويس السيدس عشر على شؤون فرنسا. وبعد كده عادت الكلاسيكية تستعيد أمجادها بعد قيام الثورة الفرنسية في سنة 1793. طبعا عندي روادي المدرسة الكلاسيكية. طبعا احنا كده عرفنا نشأة تاعتها. وعرفنا يعني ايه كلاسيكي اللي هو الشيء التقليدي أو الإنسان اللي بيتمسك به التقاليد الفنية القديمة أو التقاليد القديمة دون تغيير أو إضافة. وعرفنا طبعا أن هي في اليمنية معناها الممتاز أو النموذجي أو التراز الأول. وعرفنا كمان النشأة بدأت من فين وبدأت زي ما قلنا من أول عندي القرن الخامس عشر اللي هو عصر نهضة في إيطاليا. بكل حاجة موجودة فيه من تطور للفنون المختلفة سواء الرسم أو التصوير أو العمارة. وبعد كده مرورا بالثورة الفرنسية اللي كانت بتنادي به المساواة والعدل والحرية. والغاية بعد كده ما بدأ الثورة دي بدأت تأثر لي على الحكام. وبعد كده بدأت الكلاسيكية طبعا تتمحل في وقته معين بعد وفاة لويس الخامس عشر. واللي هي زوجة ماري أنتونيت اللي هي زوجة الملك لويس السادس عشر. بعد ما مسك البلاد. بعد كده بدأت النهية الكلاسيكية تعود لي تاني في سنة 1793. بحيث أنها تظهر لي بشكلها الموجودة فيها كمدرسة فنية معتادة يعني أو موجودة بشكل تقليدي بكل صفاتها وصمتها الفنية. بعد كده عندي رواد المدرسة الكلاسيكية. رواد المدرسة الكلاسيكية هنتكلم على اثنين من الرواد. عندي أول حاجة جاك لويس ديفيد. لو بصيتوا عليه كده عندي على الشاشة جاك لويس ديفيد كان سنة 1748 لـ 1825. هو عاش حوالي 77 سنة سنة 1748 لـ 1825. جاك لويس ديفيد دوت أشهر لوحاته أشهر لوحة ليه كانت قسم الأخوة هوارس عام 1784. نكس في التواريخ كويس قوي عشان نحفظه. هو التاريخ اللي هو بتاع لوحة قسم هوارس دوت عكس تاريخ ميلاده. ميلاده كان سنة 1748 قسم هوارس عامل سنة 1784 طبعا في متحف اللوفر بباريس. لأن كل ده كان في فرنسا بعد قيام الثورة الفرنسية في فرنسا. وطبعا هو يعتبر هو رائد الكلاسيكية الأول. أو أكتر حد من الفنانين اشتغل بالفن الكلاسيكي. وتميز أنه هو اشتغل بالسياسة واشترك في الأحداث السياسية التي مهدت للثورة. سمعينة في الأكاديمية الملكية سنة 1781. طبعا دي أشهر لوحاته اللي هي قسم الأخوة هوارس سنة 1784 في متحف اللوفر بباريس. طبعا جات لويس دي بتدوت بدأ أن هو ياخد موضوعاته من القضايا الوطنية ومن الموضوعات الوطنية. وبدأ يرسم ويمثل بصور الضحايا للثورة الفرنسية. وبعد وصوله لأعلى المراكز السياسية بدأ يطوارى بعيدا في مرسمه. ثم أعاده نابليون مرة أخرى للأضواء من جديد. لكنه طوارى مرة أخرى بعد نفي طبعا نابليون. طبعا اشتهر عنه تسلطه في فرد أسلوبه الكلاسيكي على الفنانين الناشئين. ورغم كل الانتقادات التي وجهت له. لأنه يظل في خانة الذين أغلصوا للرسم بحالاته القواعدية والكلاسيكية. ومن أعماله طبعا لوحة موت مارت أو مراد. جاك لوينز ديفيد دوت لو جينا كلمنا عنه طبعا هو أهم فنان أو أهم رواد المدرسة الكلاسيكية. الفنان دوت اشتهر عنه أنه كان سياسي كبير. أثر بشكل قوي فيه قيام الثورة الفرنسية. وبالتالي أعماله كلها كانت مستقاة من القضايا الوطنية ومن الموضوعات الوطنية. وبدأ يمثل بصور الضحايا. وبدأ يعمل إعلانات أو يعمل موضوعات إعلامية. بحيث أنه ينادي بالثورة. ويبتدي أنه يتكلم على الثورة من خلال أعماله الفنية دي. فكان من أهم الرواد اللي اتكلمت عن الكلاسيكية بشكلها الأولي أو الكلاسيكي أو القواعدي من خلال الخطوط الكلاسيكية بتاعتها. طبعا جاك لويس ديفيد كان من الناس اللي كانت متعسفة أو عندها انتماء قوي للمدرسة بتاعتها. فكان بيجبر كل الفنانين أو كل الناشئين اللي بيطلعوا فيه الفترة دي. أنه هم كمان يمشوا على نفس نهج المدرسة الكلاسيكية وعمل لحتين مشهورين جداً اللي هي لوحة قسم هوارس وعمل لوحة موت مارت وبدأ أنه هو يظهر كل طبعا دول المشهورين عندي في المنهج أو المسكورين عندي في المنهج. لكن هو طبعا هم دول أشهر لحتين هو مشهور بيهم أو معروف بيهم. وكانوا موجودين طبعا قسم هوارس كانت موجودة في مدحف اللوفر بباريس وكانت اتعاملت سنة 1784 زي بقونا أنه هو التاريخ عكس تاريخ ميلاده اللي هو كان سنة 1748. فنهتم جداً الفنان دوت من أهم الفنانين بالنسبة للمدرسة الكلاسيكية بالخطوط بتاعته الصارمة بالشكل اللي هي الأعمال الفنية بتاعته بدأ يظهر لي أو يوضح لي الصرامة في الخطوط. والجانب الكلاسيكي اللي استقام من أجلده الأغريك ورومان كل ده كان ظاهر فيه كل الأعمال الفنية بتاعته بجانب شغله بالسياسة وتعيينه في الأكاديمية الملكية. وطبعاً نحن قلنا لما اشتهر أو لما بدأ أنه هو يزيع سيته شوية فيه السياسة ويتعرف طبعاً بدأ أنه هو يتوارى في مرسمه ويبعد وبعد كده أعاده نابليون مرة تانية للأضواء. بحيث أنه هيعمل أعمال فنية برضو ويتكلم عن السياسة ويكلم عن الأعمال الفنية المختلفة الخاصة بالأعمال السياسية. وبعد كده بدأ أنه هو يرجع مرة تانية ويتوارى ويرجع لغاية لما كان ظهر تعسفه دوت بالنسبة للمدرسة الكلاسيكية. طب لو بصيته كده معي على الشاشة احنا قلنا أنه هو اشتهر عنه وتسلطه في فرد سلطته أو في فرد سلطته في أسلوبه الكلاسيكي على الفنانين الناشئين ورغم كل الانتقادات التي وجهت له لأنه يظل في خانة الذين أخلصوا للرسم بحالته القواعدية الكلاسيكية. طبعا خصائص المدرسة الكلاسيكية عندي ثلاث خصائص هنتكلم عليهم بالتفصيل دلوقتي اللي هو اعتمد على الظل والنور والخطوط الحادة وتكسيد الجمال. خصائص المدرسة الكلاسيكية من خلال لوحات جاك ليويس ديفيد دوت طبعا هنتكلم في الجزء دوت الخصائص واضحة لي قوي في لوحة اللي هي موت مارت أو مارات. بدأت ان هي تظهر لي اعتمد على الظل والنور والخطوط الحادة وتكسيد الجمال. طبعا هي دي اللوحة اللي هنتكلم عليها اللي هي لوحة موت مارت. أول حاجة عندي اعتمد على الظل والنور بدأ يظهر لي لو بسيته على الشاشة كويس قوي. بدأ يظهر لي الأجزاء المحيطة بالجسد اللي هو الشخص اللي هو الميت دوت. وكان هناك ضوء تسلط من وراء الميت دوت لإظهاره وشد الانتباه. بدأ كان فيه عندي اللي هو الضوء دوت عشان أشد انتباه تجاه الشخص اللي هو المتوفي أو الميت دوت. وانا اركز عليه كويس قوي. طبعا عملي الجزء اللي وراء دوت قاتم أو الخلفية القاتمة في الصورة برضو عشان يبين كل الحاجات الواضحة اللي فيها ظل والنور من قدام أو اللي هي المنورة من قدام. طبعا بدأ ان هو يستخدم الضوء بشدة فيه الساعد هنا. لو انتم كده بصيتوا على الشاشة الجزء اللي هو متشار لي بالموس كده اللي هو بدأ يشد الجزء فيه الساعد ليجذب الانتباه إلى الرسالة الموجودة في إيدي. طبعا هو ده شخص متوفي. وفيه هنا رسالة. وبدأ الرسالة دي كلها والورق وكل الحاجات دي كل ده اهتمام بالتفاصيل بشكل كبير. يبقى انا عندي ازدل والنور من ضمن الخصائص الكلاسيكية في لوحة موت مرت بدأ يظهر لي جاب لي جانب منور فيه الجزء الخلفي. وجاب لي جانب مظلم فيه الجزء الخلفي. ليه؟ عشان يخلي فيه قوة فيه الانتباه أو يشد انتباه الرأي أو المتزوق. ليه ده الايه؟ ليه ده العمل الفني اللي هو عامله أو لجسد الشخص المتوفي اللي هو ايه محكي. وبدأ طبعا يظهر لي بدأ يظهر لي الضوء الموجود على الرسالة عشان عشان يظهر لي الضوء الموجود في الساعد بحيث ان هو يبين لي الضوء الموجود فيه الرسالة أو يبين لي الرسالة أو عايز يوضح حاجة معينة من خلال الرسالة الموجودة في ايد الميت. طيب بعد كده الخطوط الحادة الخطوط الحادة طبعا رسالة اللي في ايد الميت وعندي القماش كمان اللي هو الابيض والازرق الداكن اللي موجود في اللوحة دي بدأ يدي لي احساس ان هو قماش حقيقي وان هو ورق حقيقي مصنوع من الورق المقوى طبعا وهذا يتماشى القماش دوت بيتماشى مع طبيعة القماش اللينة ويبتدي ان هو يبين لي الخطوط الحادة الموجودة في الحاجات دي سواء الورق او القماش الأبيض والقماش الأزرق الداكن دوت بحيث انه يبين لي طبيعة الأشياء انه في عندي ورق مقوى وفي عندي قماش لين وفي نفس الوقت بالخطوط الحادة بتاعته يبقى اعتمد على الظل والنور في حاجات واعتمد على الخطوط الحادة في حاجات تانية طيب تكسيب الجمال بيظهر لي فيه اظهار التفاصيل الموجودة في الميت دوت بحيث ان هو جابولي كأنه شخص مستند برأسه الى الخلف مستسلم للأفقار طبعا وهتم بإظهار التفاصيل بكل براعة وطبعا بيين لي ان الاحساس الميت دوت ان هو كأن فيه جرح صغير بس بسيط وفيه سكينة ملقاة على الارض كل دوت بدأ ان هو يبين لي كل التفاصيل اللي موجودة فيه الميت وبدأ يوضح للسكوت التام والسكون التام اللي موجود فيه اللوحة فده كان الجزء المهم جدا فيه الخصائص اللي وضحت لي من خلال لوحة موت يبقى انا عندي كده اللي هو ابراز الظل والنور في وجود اجزاء منورة وفي وجود اجزاء مظلمة او فيها الظل بشكل كبير وبدأ يظهر لي الخطوط الصارمة او الخطوط الحادة فيه القماش وفيه الورق سواء القماش طبعا الابيض والازرق او الورق بحيث ان انا بيين طبيعة الاشياء سواء ورق او قماش وبدأ يظهر لي تجسيد الجمال فيه التفاصيل وفيه الخطوط وان ازاي الشخص دوت كأنه مستلقي ومستلم كده بيفقر في شيء ما وبدأ يظهر لي السكينة والجرح كأنه حاجة بسيطة وكأنه ما كانوش شخص ميت خالص كأنه حد مستسلم للأفقار والحاكات اللي هو بيفقر فيها ده كان بالنسبة للفنان جاك لويس ديفيد هنتكلم ان شاء الله في الحلقة اللي جاية نكلم الباقي التفاصيل الخاصة بالمدرسة الكلاسيكية ونتكلم على الفنان التاني اللي هو فرانسيسكو جويا ونتكلم برضو على كل التفاصيل الخاصة بيه ونعرف اللوحات بتاعته ايه او اهم اللوحات اللي اتذكرتلي فيه المقرر بتاعنا الفنان اللي هو جاك لويس ديفيد دورت مهم جدا ان احنا نعرف بالنسبة له اللوحتين ونعرف تفاصيلهم ونعرف خصائص المدرسة الكلاسيكية من خلال اللوحتين دول طبعا دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة وكانت مجرد مقدمة لمدارس الفن التشكيلي المعاصر ان شاء الله المرة اللي جاية هنكمل باقي الاجزاء الخاصة فيه المدرسة الكلاسيكية وندخل على المدرسة الرومانسية وطبعا زي ما قلنا يبقى فيه مراجعة دورية يبقى فيه على الاجزاء الخاصة فيه المدارس دي بحيث ان احنا نتذكر ومنتوشي ونفضل مركزين في الاجزاء الخاصة فيه المنهج لان ده المنهج مطول معنا لغاية نهاية السنة لما نمتحن فيه يعني كده ونزبط المعلومات الخاصة اللي احنا بنستخيها من المقرر ده بكده تكون خلصت نهاية حلقتنا النهاردة اجتهدوا فلكل مجتهد النصيب وهذا وعد ربي ان الله يجز المحسنين احسانة ولا يضيعوا اجمل من احسنة عملة تحياتي ليكم وإلى لقاء في حلقة جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة